أكد وزير الخارجية سامح شكري أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة هي غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي وفي رد على استفسار من عدد من المحررين دبلوماسيين بشأن تصريح الوزير الإسرائيلي شدد شكري على أن التصريح يعد تعبيرا عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية لافتا إلى أن أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة هي أمر مرفوض مصريا ودوليا جملة وتفصيلة كما استهجن وزير الخارجية الحديثة عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي مشيرا إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطع ترجمة نانسي قنقر